موسيقى الثالثة صباحا الوحيدة بتوقيت جرينتش مجاز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني على مدار جلساته الدورية السابقة والإجماعي من صياغة يوبل ورات المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان النوعية والفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة وأشر مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه من المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشته مئات من ممثل مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء كما من المقرر أيضا أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيا لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية بهدفي الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الباعي للحوار لتأخذ بعد هذا طريقها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري أصدر روبرت هور بيانا عقب تعيينه مستشارا خاصا في التحقيقات التي تجريها وزارة العدل الأمريكية بشأن العثور على وثائق سرية بمنزل الرئيس الأمريكي جو بايدن أعتعد هور بإجراء تحقيقات عادلة ونزيهة في القضية في أسرع وقت ممكن مضيفا أنه سيحترم الثقة التي وضعتها وزارة العدل في شخصه لأداء هذه المهمة وكان وزير العدل الأمريكي قد أشار إلى أنه قام بتعيين هور مدعيا خاصا بما يخول له تحقيق مع أي شخص أو كيان بما يكون قد انتهك القانون في هذه الحالة تدور معارك ضارية في مقاطعة دوناستيك شرقي أوكرانيا وسطة تدار بالأنباء بشأن ما أسفر عنه القتال بمدينتي سوليدار وبخموت وقالت وزارة الدفاع الروسية إن هجومها في دوناستيك مستمر بنجاح بينما قالت قوى الدوناستيك الروسية إن جيوبا للمقاومة ما زالت موجودة في مدينة سوليدار من جهته شدد المتحدث باسم قيادة عمليات المنطقة الشرقية في الجيش الأوكراني على أن سوليدار ليست تحت سيطرة القوات الروسية لكنه قال إنها تشكل مع بخموت المجاورة أكثر الجبهات سخونة في الشرق نددت السفارة الصينية في المملكة المتحدة بالتقرير نصف السنوي الذي أزرت بريطانيا عن هونغ كونغ أعتبرت تدخلا في الشؤون الصينية الداخلية وأشارت إلى أن الصين مستاء بشدة تعارض بحزم تقرير المملكة المتحدة عن هونغ كونغ مضيفة أن التقرير يشوه الحقائق ويتدخل في شؤون هونغ كونغ وينتهك بشكل خطير المعايير الحاكمة للعلاقات الدولية وذكرت السفارة أنها تقدم أو تقدمت بمذكرة صارمة إلى الجانب البريطاني داعية المملكة المتحدة إلى تخليع ما وصفته بالعقلية الاستعمارية أي احترام سيادة ووحدة الصين قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش إن المسؤولية تقع على عاطق كوريا الشمالية للعودة إلى المحادثات الهادفة إلى إقناع بيونج يانج بالتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية وفي اجتماع لمجلس الأمن حول سيادة القانون برئاسة وزير الخارجية الياباني أضاف جوتاريش أن برنامج الأسلحة النووية غير القانون الذي تتبعه كوريا الشمالية يمثل خطرا واضحا وقائما ويؤدي إلى محاطر وتوترات جيوسياسية اكتشف علماء فلك أبعد مجموعة من النجوم عن الأرض يتم رصدها حتى الآن داخل حدود مجرد ضرب التبانة في الهالة النجمية على حدودها الخارجية في ممتصف المسافة تقريبا إلى مجرة مجاورة وقال الباحثون أن هذه النجوم وعددها 208 تسكن في أبعد مناطق الهالة الخارجية وهي عبارة عن سحابة كروية من النجوم تهيمن عليها المادة الغامضة غير المرئية التي يسميها العلماء المادة المظلمة والتي لم يتم التعرف على وجودها إلا من خلال تأثير جذبيتها ويقع أبعد هذه النجوم على مسافة مليون وثمانين ألف سنة ضوئية من الأرض لمزيدنا من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أركود الظاهر على الشاشة أمامكم شكرا على الطيب المتابعة إلى اللقاء